إذا كان الجمهور الحاضر لا يتكلم اللسان العربي أو كان الغالب من الموجودة يتكلم اللسان العربي ولا يفهمه فلا شك ولا ريب أن الراجح من قولي العلماء أنه يتكلم باللسان الذي يفهمه الناس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله هو ما يسمعه الناس من بيان الخطيب و إضاحة فإذا كانوا يسعون إلى ما لا يفهمون فعند ذلك لا يتحقق المقصود الشرعي و الله تعالى يقول و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فهذه الأدلة و ملاحظة مقاصد الشريعة تدل على أن اللغة العربية هي وسيلة للبلاغ و البيان و إنما اخترت لنزول القرآن لكونها أقوى اللغات و أعظمها و أبقاها و أوسعها استعابا لدلالات كلام رب العالمين و نفع الخلق على مر العصور و تعاقب الدهور النبي صلى الله عليه و أعلى و سلم كان يتكلم فيما تقتضيه الحاجة بغير اللسان العربية و إن كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يعرف لكن تأتي بعض الأحيان حاجة لإدخال السرور كما جرى في كلامه في الصحيح لأم خالد و كانت قد ربط في الحبشة رأى عليها ثوبا جميلا فقال سنة يا أم خالد سنة يا أم خالد و معنى سنة أي ثوب جميل و هذا لا شك و ليس لأجل الدعوة بمعنى أنه ليس لإضاحة أو تبليغ الشريعة إنما لإدخال السرور عليها و مخاطبتها بما ألفت و عهدت فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بلسان غير عربي في هذا المقام فحديثه بلسان غير عربي في مقام الإضاحة و البيان و إيصال الشريعة هذا آكد و لا شك أنه هو الصواب الذي ينبغي المصير إليه و لا حاجة في هذا المقام أنه يبدأ بالعربية بمعنى يتكلم بالعربي ثم يترجم أنه سيطول المقام على الناس و قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من فقه الرجل قصر خطبته و طول صلاته و هذا يدل على أن قصر الخطبة مقصود فإذا كان سيتكلم بالعربية لمن لا يفهم ثم بعد ذلك يعود و يترجم باللغة المحلية أو غير العربية في هذا الحال سيكون إطالة و إملاء للناس و تصرف لا حاجة له نعم الحمد لله